مش عيب عليكي تدخلي راجل غريب على بناتك مش عيب عليكي تتجوزي وتسيبي ولادك الله هو أنا اللي المفروض حياتي كلها تقف تقف تقفل علي بجنزير وقفال وسلاسل عشان اتطلقت هو أنا زنبي إن أنا ممكن أكون اتنازلت عن بيت أنا مش حاسة بيه أو فيه بالراحة هو أنا زنبي لو أنا حسيت بعدم تقدير وإهانة من الراجل اللي أنا اتجوزته ده وقررت إن أنا أخرج بره بره حياته عشان أرجع لتقدير نفسي تاني وحياتي وكياني هو ده زنبي أنا بتحاسب عليه أي إن كان المشاكل اللي بتحصل جوه الطلاق من خيانة لبخل عاطفي لبخل مدي لإهانة من أهل الزوج من 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 كل الأسباب اللي بتخلي الست تاخد القرار وتتطلق أنا عايز أقول لكم على حاجة إن ما فيه الست على وجه الكوكب وعلى وجه الكون كله بتاخد قرار الطلاق فجأة استحالة هتولي ست ما عادتش تفكر فيه مرة ومليون وثلاثة مليون وعشرة مليون هتولي ست خدت قرار الطلاق غير وهي بتتقطع وبتتعزب وبتعيط وشي لهم الدنيا كلها بس مش قادرة تكمل مع الراجل ده الست لما بتاخد القرار بيكون خدته بعد سنين وسنين من التفكير أنا بقول لك أنا ست وأنا عارفة طيب أنا بقى لازم أنا تعاقب عشان أنا قررت إن أنا أنفصل ليه العقاب دايماً بيبقى الستت مش للراجل